السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم يا شباب يا رب كلكم تبقوا بخير في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم وانا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام وعلى رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام احنا كنا بنتكلم على ايه هي اهم الكوزس اللي بتسبب الدمج لدين ايه او اللي بتسبب حدوث الكانسر وتكلمنا على الالترا فيلوت رادييشن وتكلمنا على بعض الحاجات التانية زي الاكس ري او الكيميكال اكس بوجر الهيد السجائر البلوشنز الايج الجيناتك طيب في نقطة برضو تانية عايزين نتكلم عليها اللي هو التيشو انفيجن يعني ان الكانسر يبتدي يسيب الخلية اللي هو قريدي حصل فيها ويبتدي يروح للخلايا المجاورة اكيد الماليجنانسي كانسر عندها مقدرة انها تعمل بريك وتروح انفيج وتنتشر وتنتقل خلال البلوشنز او الليمفاتيك فيزلز وتعمل حاجة اسمها الميتاستيزيس اللي بيعوق دايما الميتاستيزيس ان الخلايا بتبقى متلصقة في بعضيها بيبقى فيه حاجة دايما اسمها السيل ادهيجن مالكيلز او الكادرين هو ده اللي بيعوق دايما حكاية الادهيجن فكنا بنتكلم على ايه اللي بيعوق الانفيجن اللي بيعوق ان الخلايا تبقى متلصقة مع بعضيها او زي ما اتفقنا اللي بيخلي الخلايا متلصقة مع بعضيها هو او الكادرين كادرين ده بيبقى زيادة جدا فيعوق ان الخلايا يحصلها ولكن بيبقى قليل في الخلايا السرطانية وكمان الخلايا ممكن انها تبقى متلصقة مع حاجة اسمها وده برضو بيعوق بتاعها انها تبقى متلصقة مع الاكسترا سيلرار ماتريكس واللي بيساعد في الاكسترا سيلرار ماتريكس حاجة اسمها الانتجرين مالي في الخلايا السرطانية حنلاقي ان بيحصل الاتي في الخلايا السرطانية حنلاقي ان بيحصل نقص للكادرين كادرين ده بيبقى قليل وكمان بيحصل نقص لانتجرين دول بيبقوا قليلين يا ده كاترة عشان كده بيحصل الانفيجن بتاعنا الكادرين بيبقى قليل والإنتجرين كمان بيبقى قليل برضو من الحاجات المهمة اللي عايزين نتكلم عليها يبقى احنا لازم نبقى عارفين إيه اللي بيساعد فيه حدوث الكانسر وإيه الحاجات اللي بتمنع حدوث الكانسر من الحاجات المهمة زي ما اتفقنا دي بتمنع حدوث الكانسر اللي هي زي الكادرين ودي بتمنع فتبقى قليلة الكانسر يحصل فيه كمان بعض المواد دي بتساعد في حدوث الكانسر وتبقى زيادة اسمها الماتريكس متالوبروتييزيس ودي بتعمل ديجريديشن لإكسرا سيلوران ماتريكس بتكسره وتساعد في الإنفيجن بشكل كبير فالماتريكس متالوبروتييز ده بيبقى موجود بشكل كبير في الخلايا السرطانية بيعمل ديجريديشن لإكسرا سيلوران ماتريكس وده بيساعد في الإنفيجن بشكل كبير جدا اللي هو الماتريكس ميتالو بروتييس طيب فيه ايه كمان برضو لقينا في الخلايا السرطانية بيحصل أنجيو جينيسيز يعني انجيو جينيسيز يعني فورميشل لنيو بلاد فيصلز وده لقيناه بيحصل في الخلايا السرطانية وبيحصل زيادة للفاسكولر اندوسيليا الجروس فاكتور ويحصل زيادة في الفايبرو بلاست جروس فاكتور كل ده بيساعد فيه الأنجيو الجينيسيز وفيه مواد أنجوجينيسز انهيبتور دي بتبقى قليلة اللي هي زي الأنجوستاتين والترومبوسبوندين دي كلها مواد بتبقى قليلة يبقى الكانسر بيبقى فيه زيادة في الفاسكرار اندوسيليار جروس فاكتور والفايبرو بلاست جروس فاكتور وده بيعمل سبراوتينج يعني بيعمل تكوين لنيو بلاد فيسلز وفي الهيلس تيشو ريبير أحياناً بنحتاجه في الخلايا الهيوثي ولكن في الخلايا السرطانية الفاسكرار اندوسيليار جروس فاكتور ده بيبقى عالي جدا والفايبرو بلاست جروس فاكتور ده بيبقى عالي جدا والأنجوستاتين بيبقى قليل والترومبوسبوندين بيبقى قليل كل ده بيحصل يا جماعة في الخلايا السرطانية عشان وإنت بتجاكر تبقى أنت عارف وفاهم هذا الكلام بشكل كويس ده بالنسبة لي الأنجوجينيسز البلود فيسلز are rising from الأنجوجينيسز are abnormal بيبقى شكلها غريب وتبقى فيه خلاص كمان ممكن تعمل او تعمل لحاجة اسمها يعني اللي بتتكون بيبقى شكلها وليكي انها ممكن بسهولة انها تتكسر وكمان بتطلع حاجة اسمها الانتجرينز وده بيحافظ على الانجيوجينيسز كان ستارت لازم الاكسرا سيلورال ماتريكس يتكسر وميلي الاكسرا سيلورال ماتريكس بيتكسر والبيزمنت ممبرين ده بيتكسر عشان يحصل الانتشار عن طريق الماتريكس متالوبروتيز فالماتريكس متالوبروتيز من الحاجات المهمة اللي بتبقى موجودة في الخلايا السرطانية الخلايا السرطانية ممكن تبقى بناين خلايا حميدة وارب حميد وده ابنورمل سيلز خلايا غير طبيعية ولكن من اللي بيبقى عندها البي ففت سري مازال موجود يعني البي ففت سري مازال شغال وبيعمل هولت لي السيل ديفيجن مست دونت كو سيريس بروبلمز ما بتعملش مشاكل كبيرة وفي الاغلب البناين تيومر ده بيتشال باي سيرجري أما الماليجننت ده اللي كاريسي ده اللي فيه انتشار ده اللي فيه انفيجن ده اللي فيه ميتاستيزيس تلاقي الخلايا فقطت الكنترول بتاع البروليفريشن وتبتدي تروح للخلايا القريبة منها عن طريق البلاد والليمفاتيك فيزلز ويحصل ميتاستيزيس ويحصل الانتشار خلاص ويحصل زيادة في الفاسكرار اندوسيليان جروس فاكتور وزيادة في الفايبرو بلاست جروس فاكتور كل ده بيبقى زيادة ويحصل كمان زيادة في الماتريكس متال وبروتييزيس ويحصل كمان نقص فيه الاي كادرين اللي هو بتاع السيل ادهيجة ده اوكي يبقى دي كلها نقط نبقى مذكرينها وحطينها في دماغنا بشكل كويس عشان نبقى ممتازين للغاية ده الفرق بين الورم الحميد والورم الخبيس يبقى فيه حاجة مهمة جدا لازم ان احنا نتذكرها كويس ايه هي الحاجات اللي بتبقى موجودة في الخلايا السرطانية دايما الخلايا السرطانية بيبقى فيها انكريز في البروتو انكوجين البروتو انكوجين بيبقى موجود بشكل كبير بيبقى موجود السايكلين والسايكلين ديبندنت كينيزيس بيبقى فيه نقص دايما في البي ففتي سري بيبقى فيه دي كريز في الريتينو بلاستوما ده بيبقى اين اكتف وقلنا اين اكتف يعني بيبقى فوسفريليتد خلاص بيحصل له دي كريز وبيحصل كمان فيه الخلايا السرطانية انكريز للبلتلت درايفد جروس فاكتور وبيحصل كمان انكريز للفاسكورر اندوسيليا الجروس فاكتور وبيحصل كمان انكريز للفايبرو بلاست جروس فاكتور وبيحصل كمان انكريز كل ده في الخلايا السرطانية للماتريكس متالو بروتييزيس اللي بيعمل دي جريديشن للاكسرا سيلوران ماتريكس وبيحصل كمان انكريز للتيلومير بيبقى موجود بشكل كبير وبيحصل اكتيفيشن كمان للتيلوميريز ده بيبقى ناشط ده برضو بيبقى موجود اللي هو تيلوميريز ده بيبقى ناشط جدا هذا الانزايم بيحافظ على الاكتيفيتي بتاعة التيلومير دي يمكن اهم النقط اللي احنا شفناها وشفنا كمان بيحصل انكريز للبي سي ال تو اكيد في الخلايا السرطانية بيحصل اكيد في الخلايا السرطانية بيحصل انكريز للميتوجينيك فاكتورز او الميتوجينز وبيحصل انكريز للجروث فاكتورز وبيحصل انكريز للسورغايفال فاكتورز كل دي بتبقى زيادة بشكل كبير جدا في الخلايا السرطانية اوكي يبقى دي كلها نقط وانا بذكرى باعرفها وبيحصل دي كريز في الكونتاكت انهيبشن او دي كريز في الكادرين او الاي كادرين ده بيبقى برضو قليل الكادرين ده بيبقى قليل لانه بيساعد في الكونتاكت سيل انهيبشن وبيحصل كمان في الخلايا السرطانية كل ده بيحصل جماعة في الكانسر بيحصل اوفر كم يعني بنتغلب على الكونتاكت سيل انهيبشن خلاص بنتغلب على الكونتاكت سيل انهيبشن وبنتغلب ايضا على الانكوريج دي بندنس كل هذا الكلام مهم جدا وانا بذاكر ابقى عارفه بتغلب على الانكوريج دي بندنس الانكوريج دي بندنس بتغلب عليه ده معنى كلمة overcome the encouraged dependence وovercome the contact cell inhibition ده في الخلايا السرطانية منساش خطوات حدوث الكانسر هم تلاتة اللي هم خطوة بسميها دايما الانيشيشن وفي خطوة كمان بسميها خطوة البروموشن خلاص وفي خطوة كمان هي دي اللي بيحصل فيها الانفيشن والميتاستيزيس اللي هي خطوة البروجرش خطوة البروجرشن ها جماعة نبقى فاهمين هذا الكلام بشكل كويس ونبقى معارفين مميزات الخلايا السرطانية ان هي immortal انها بتهرم من ال checkpoints ويمكن احنا قلنا ان فيه تلاتة checkpoints اللي هم كان اسموهم ال G1 S فيه كمان ال G2 M وفيه كمان المرحلة بتاعة الانفيز اللي هي مرحلة ال spindle formation دولة تلاتة checkpoints وقلنا اهمهم هي G1 S phase دي اهم واحدة فيهم دي كلها نقط مهمة جدا يعني نبقى عارفين ال checkpoints ونبقى عارفين مميزات الخلايا السرطانية انها important uncontrolled proliferation uncontrolled growth بيبقى فيه نقص في ال tumor سابريسوجين بيبقى فيه زيادة في البروتوانكوجين دي كلها نبقى عارفين ونبقى عارفين طبعا ما رحل السيل سايكل يعني G1 S G2 M وممكن الخلايا تهرب وتقعد فين تقعد زي ما اتفقنا في G0 وما ننساش ان الخلايا العصبية مش عندها حتة يعني بل بالعكس معظم وقتها بيبقى فيه G0 دي الخلايا اللي هي نيرونز او النيرفي سالز والمسل سيلزي كمان يا جماعة برضو بتهرب وتقعد فيه G0 وتهرب من السيل سايكل فما عندهاش division بشكل كبير اما خلايا الكبد هي ممكن تبقى في G0 وترجع تاني بيحصل سيل ديفيجن حوالي كل سنة سنتين تمنى ان تكون المحاضرة محاضرة لذيذة وممتعة للغاية واشوفكم دايما على خير